عملت المنظم الامر ده وكمان من كرتونة قديمة الكرتونة بتاعتكم لو زي دي كده اوليها اي جوانب كبيرة ممكن نقصها الاول انا عقص بس الكتعة كبيرة دي وهسيب الجنبين الصغيرين بس طبعا ما نرميش الجنب اللي احنا قصناه ده هنشيله عشان نكمل بالفكرة بالنسبة بقى للجناب الصغيرة دي هحط عليها شمع وهلزقها كده الجو عشان اقوي بها الكرتونة شوية بعد كده هنجيب خفض اللسان ده بيتباع في السيدليات وكمان في المكاتب الكبيرة هتنقلكم منظم في حتة تانية خالص هبدأ اخد كده مقاس الكرتونة بعدين نقص الزيادة انا عندي المقص ده بيسهل علي بس دي تتقص برضه بالمقص العادي دهست مجموعة كده وقفتهم بالمقاس المزبوط نجيب بقى الكرتونة بتاعتنا ونبدأ نحط عليها شمع ونلزق الخشب كده جنب بعد بخلي الجزء المتساوي ده من تحت والمدور ده من فوق ولو اتبقى معاكم كده في اخر الكرتونة جزء مش عارفين تحطوا فيه خفض اللسان ولقيتوه عريض شوية فممكن تقصوه كده بالقطر وتزبطوا مقاسه بكل سهولة جبت بقى اللون الجامد جدا ده اسمه سبغة قسطور وده كده جزء صغير جدا من العبوز صغيرة وكمان بيتخفى بالمية هسيبها بقى تنشف مش بتاخد بقت خالص على ما نعمل الخطفة اللي بعد كده ده جنب الكرتون اللي احنا قصناه في اول الفيديو وهقص منه الحتة الزيادة دي بس وكمان هصغره شوية صغيرين قوي عشان ده كان لغطى وانا المرة دي مش هستخدمه كغطى يعني ولا حاجة انا عايز دخله جوه العلبة فلازم يبقى اصغر من الحجم بتاعه نغلفه بقى باي نوع قماش متوفر عندكم كده خلصنا تغليف وكمان الكرتونة بتاعتنا نشفت نجيب بقى القماش اللي هنغلف به من جوه ونقصه اطول من الكرتونة كده شوية يعني بحوالي 6 سنتي نحط خط من الشامع كده على الكرتونة من فوق ونبدأ نلزق عليها القماش بتاعنا نركزوا بقى في تقفيل الجزء الاخير ده قبل ما نقفل الجزء ده لازم نعمل الخطوة دي الاول هنحط شامع كده على الجزء الاولاني اللي احنا لزقناه ونتني حتة صغيرة قوي كده الورا عشان حرف القماش يبقى شكله نضيف وكمان ما ينسلش وبعدين نحط عليه شامع كده ونلزق بقى الجنب ده وبعدين هنقلب القماش كده وندخلها جوه الكرتونة هبدأ بقى احط شامع تحت القماش كده وشدها وزبطها كده على قد ما اقدر والزقها نجيب القطعة اللي احنا غلفناها مع بعض اللي هي كانت اللغطة ونلزقها كده في النص وكمان قلبت الكرتونة كده وحطيت عليها شامع وكنت قصت كرتونة على قدها بالزبط وغلفتها بنفس الطريقة اللي وردها لكم انا حبيت اداري الجزء ده كده كان عندي خيط خيش او حبل خيش يعني فحطيته في الجزء ده كان شكله حلو قوي وكمان من فوق كده حطيت شامع علشان الزق الشريط الامر خليها تحفة ورقيقة قوي واخر حاجة بقى لزقت الفيونكا الكيوتادي وبس كده خلصنا منظم الامر بتاعنا شكله تحفة وبجد النتيجة تستاهل تجربوه متنسوش بقى تكتبولي رأيكم في الكومنت وكمان اكتبولي لو تحبوا نعمل فيديوهات من دي اكتر